المجموعة الثالثة من المجموعة الحلوة المجموعة الممتعة المجموعة الواحد هيحب يتفرج عليها فيها منتخبين كبار جدا طبعا منتخب السنغال المصنف التاني أفريقيا في العالم طبعا بعد المغرب المصنف الأول ومنتخب الكاميرون والمصادفة البحثة السنغال والكاميرون اتقابلوا ما بعد ودي من كم شهر قبل القرعة وكان السنغال كسب الكاميرون وقتها 1-0 وهم هيتقابلوا تاني في الجولة التانية إن شاء الله ومعهم بقى غينيا منتخب غينيا ومنتخب جانبيا طبعا منتخب جانبيا رغم انه هو في التصنيف 126 على العالم وال35 على افريقيا لكنه وعد جدا جدا من التلاتة الكبار في الكاف اووردز اللسه كانت من شهر كان مع منتخب المغرب ومنتخب السنغال فهو كان المنتخب التالت فهو جاي بخطة ثابتة للمرة التانية على التوالي بيتاهل للافكن على مستوى منتخبات الناشئين والشباب ماشي بخطة ممتازة جدا لها في كاس عالم كان غاية بقاله 15 سنة عن كاس العالم للشباب وشارك فيها النسخة الاخيرة فاحنا متوقعين لقاءات ممتازة جدا جدا كمان المجموعة تمتلك لعيب اكبار اوي 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 وليهم تقل في منتخبتهم لو نروح لمنتخب غينيا نقدر بالمناسبة غينيا كابت لعب نيجيريا ودي وغينيا كسبة 2-0 في غياب فيكتور آسمن والدام بي سيرو المدير الفني لنيجيريا فعندنا لاعب هو واحد من الظواهر الموجودة في موسم 23-24 على مستوى البيج 5 ليجز او الدوريات الخمسة الكبرى في اوروبا هو سيرو جراسي سيرو جراسي هو مهاجم شتوتجرد هو صاحب المركز الثاني في سباق الهدفين بالنسبة للمنتخب للبوندز ليجا هو المهاجم الاساسي والرئيس لمنتخب غينيا احرص 17 هدف هو المركز الثاني بعد هاري كين اللي جاي بـ 21 هدف وكان لفترة كبيرة لولا بقى الاثنين هاتريك لهاري كين واربعا كان هو المتصدر لهداف البوندز ليجا لو معنا الحالات معنا حالات سيرو جراسي هو راجل مهاجم بمعنى الكلمة يعني راجل خطف راجل هداف لكن في بص هنا تحركاته تحركاته كلها في التلت الأخير وجوه منطقة 18 لكن عنده ميزة مهمة جدا جدا ودي بيتميز بها مهاجمين رقم 9 هو اللينكاب اللينكاب ما بين الخطوط مع بعض بص هنا بيسلم هنا على طول اللاعب المنطلق من نص الملعب هو اللي بيسلمه هو اللي بيصنع لاجباته هو مش مجرد محرز الأهداف لا كمان هو بيصنع بياخد الكرة وعنده كنترول ممتاز جدا على الكرة بيرسل بمنتهى السهولة واليسر ليه الوينج اليميني الوينج الشمالي المنطلق في الهاف سبيسيز هنا المباراة قده منتخب مصر المباراة اللي انت كانت في المغرب ونتهت اثنين واحد لمنتخب مصر وهو اللي كان أحرز الهدف منتخب مصر ازاي بيتخلص من الكرة وبيبدأ هاجمة للمنتخب الغني فدي ميزة كبيرة لسيرو جيراسي مهاجم ممتاز جدا مش على مستوى التهديف بس لا على مستوى الربط كمان ما بين خط الوسط وخط الهجوم فهو واحد من الأسماء المتوقع ظهورها بشكل ممتاز مين تاني او لا خلينا سألك سؤال بشكل أوضح مين في المجموعة دي التوقع صعوده هل المنتخبين الكبار السنغال والكاميرون ولا ممكن جنب يتعمل مفاجئة او جنب يعملوا مفاجئة والله انا متوقع السنغال هتكون في المركز الأول الكاميرون فيها مشكلة وحتى الناس كابت تكلم عليها ان في اخر عشر مباريات ريجي بورسونج لعب عشر تشكيلات مختلفة ده اولا ثانيا موضوع أندريونانا ده موضوع غريب جدا جدا ان هو يستنى لغاية يوم 14 لغاية المدد مع ويجان مع ويجان وهيلعب وده ان تاطنم كمان في البرامير ليج ويجي تاني يوم ده موضوع غريب جدا 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 او تحس انهم يردها لهم هم كانوا سبقوا وهم كانوا يتسببوا ان هو يعني ان اعتزالوا دوليا فهو يردها لهم بالزلط والله كمان ده بالمشاركة كمان مع مانشستر ينايتد لانه ما عندوش يعني ما عندوش الحارس التاني اللي يقدر يقف في مباريات البرامير ليج انا متوقع السنغال والكاميرون مع خناء بينه وبين غينيا لان غينيا فريق محترم جدا جدا بيمتلك لعيبة كبار جدا جدا محترد يا خابي مع نابي كيتا مع اكتر من لعب ممتاز منتخب جانبيا بقى عنده لعب ممتاز جدا اسمه سيساي السان سيساي ده بيلعب هو ومهاجم الكاميرون النكو ده الاتنين بيلعبوا في ضمك واحد ليفت وينجر والتاني راس حربة الاتنين شغالين بشكل ممتاز جدا نكو ده الليفت وينجر ده تالت هداف في الدوري السعودي فاحنا عندنا في المجموعة يعني الشهد في الأمر عندنا اكتر من لعب ممتاز والمجموعة حلوة جدا مبارياتها كلها ممتعة اعتقد ان غينيا وجنبيا ممكن يوقعوا بعض بسبب التقارب اللي هيحصل ما بينهم في المجموعة لانه بيبقى فيه احسن توالد صح ما اعتقدش ان احسن توالد هيجي من المجموعة دي بالذات